ارجعت اليكم من ثاني بالزيت اللي احنا حضرناه الزيت بتاع الروزماري والقورنف اللي احنا حضرناه مع بعض و قولنا يبقى ليه جزء تاني و احنا احنا نشاء الله هنعمل الجزء اللي أيدي ا Omega الشعر الشعر المتقصة في الشعر التالي في الشعر الهايش الشعر اللي ما بيتقولش الفراغات الكتير الشعر كمان اللي هو العجز عن الطول البصيرات الضعيفة والشعر الضعيف كل مشاكل شعر ديكل انا ان شاء الله مش هتلاقيها وهتنتيه خالص مع الزيت اللي احنا بنحضره النهاردة التكملة بتاعته وان شاء الله تعمليه احلى ما انا عملته وبرحب بكل الغالين في كل مكان طبعا ده الزيت يا بنات بعد عشر تيام كنت اقفلا في الكيس كده زي ما انت شايفه وشايله في الضرفة وقفل عليه وعد علي عشر تيام زي ما انت شايفه كده ما فتحتوش ولا مرة بصي بقى الزيت اغضر جدا 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 ازاي وريحته تجنن ريحة الروزماري والقرنفل هايلة فيه ريحته جميلة كل اللي حضروا الزيت دمعية من نفس اليوم اللي انا عملته فيه اكيد عارفين الريحة دي واصلة لهم ريحة القرنفل والروزماري مخلية الزيت ريحته تجنن او من فتحت البطرمان كده ريحة القرنفل والروزماري خطيرة كأنك بالضبط تقفى في جنينة تحفى جبنا طبعا مصفى عشان نصفي علشان الروزماري والقرنفل هقلبو كده شوية زبن شايفة كده المكونات كلها في القعب بتاع البطرمان عندي بقى الجديد من هرده زبدة الشياء الجميلة الافريكي زبدة الشياء دي ما بيستغناش عنها الشعري ووشختي تجنن هعمل لعم حمام مائي كده بسيط علشان تفك شوية علشان رفز تعملها قبل ما زدتي الصفة كويس قادي بفك طبعا زبدة الشياء في حمام مائي كده وزمان شايفة كده كل الشوائب كلها في القعب بتاع البطرمان وانا كده خلاص اخدت الزيت كله اللي انا عايزاه الزيت التحفة الزيت خطير يا بنات رحته تجنن بجد بعد ما صفرنا كده زمان شايفة تصفية حلوة وزيدة الشياء طبعا بتسيحق أو بتفك من بعض بصي الزيت عامل ازاي يجنن بجد يجنن يعني خطير ورحته تحفة معي كمان يا بنات زيت الخردل زيت الخردل ده كوي جدا للشعر ولبصيلات الشعر زيت الخردل خطير جدا اسألي اي عطار يكون كبير على زيت الخردل للشعر هيقولك فيه اصايد واشعار هناخد منه معلقتين كده وطبعا انا ما كانش ينفع هحط زيت الخردل ولا زبدة الشياء في اول فيديو الفيديو اللي فات لانهم ما ينفعش يعودوا الفترة دي كلها كده مع الزيوت او ما بيحبوش كمان الحمام المائي كتير لان انا كنت عاملة حمام مائي قوي جدا للتركيبة الاولانية لو عندك زيت جوز الهند لو انت مش عندك زبدة الشياء وعندك زيت جوز الهند تقدري تحط زيت جوز الهند بدل زبدة الشياء بس انا عشان عندي زبدة الشياء مش احط طبعا جوز الهند عشان ما بقاش الدهون عالية قوي هاخد منها حوالي 3 معالق كده كبار واخدي بالك كبانات علشان لو انت شعرك دهني قوي اللي هو الليس درجة الليس دي ما ينفعش تحطي الشياء كتير يعني ممكن كفاء معلقة واحدة لكن لو انت شعرك حاسن هو ناشف او متقصف او كده ممكن تحطي 3 معالق او معلقتين كبار زي ما انت شايفة كده طبعا زبدة الشياء طبعا حطيت منها 3 معالق والخردة المعلقتين كبار او 3 معالق على حسب الكمال اللي انت عاملاها هجيب طبعا مضرب اضربهم شوية كده علشان زبدة الشياء والخردة اللي يندمجه مع بقية المكونات وحب اتكلم بقى على زيت الخردة اللي هو جماله بيتول الشعر بسرعة ملحوظة وبسرعة فائقة كمان بيرتب الشعر قوي ترتيب عميك من الجدور كمان مغزل الشعر جدا يا بنات وبيقلل تساقط او كمان بيمنع تساقط بضع الشعر بيحفز نمو الشعر بسرعة ملحوظة بيقضي على اشغة الشعر ومعالج لاشغة الشعر بيمنعها للتهابات فاروة الراس بيقوي بصيرات الشعر وبيخليها كمان سميكة بندغب كده المكونات مع بعض علشان يندمجه زبدة الشياء والخردة اللي تندمج طبعا مع بقية المكونات علشان تديني النتائج الخطيرة للشعر وانا مسميها بنات الزيت ده زيت المعجزة لانك هتلاقي منه نتائج ولا اروع من كده كمان زبدة الشياء بترتب بالشعر ترتيب من الجدور للاطراف بترتب بالشعر 200% مضادة للتهابات بتمنع تكسير الشعر الشعر المتكسر اللي عمل زي سلك التليفون ده تفرديها كده تشديها تتفرد وترجع تاني تتكسر بيفرد هالك خالص وبيخليها بتلمع وجميلة ومغزية جدا للشعر ومهدقة الفر وطراس كمان مساهمة في علاج القشرة بتحفز تطويل الشعر بصورة طبعية وبصورة جميلة وبتدي لمعة طبعية للشعر بتخلي شعرك مظهر وسحي جدا جدا هي وزيت الخردال طبعا ضربناه بالمضرب لو انت مش عندك مضرب ممكن تعمليه بالمضرب السلك او تعمليه بالشوكة المهم ان انت تقلبهم شوية مع بعض ما عندكش اي مشكلة في اي حاجة عندك بداية للدنيا بحالة ما فيش حاجة توقفك زي ما انت شايفة طبعا ضربناها بالمضرب شوية كده علشان كل المكونات تندمج مع بعض واللي ما حضرش يا بنات الجزء الاول من الفيديو اللي فات انا ممكن اقولوليك بسرعة هنجيب كوباية من زيت الزيتون البكر هنجيب حوالي 3 معلق كبار من الرنفل او المصمار هنتحنهم في المطحنة هنجيب كمان حزمة من الرزماري ممكن تجيبها من عند اي بتاع فواكع او اي خضار ممكن تجيبي منه حزمة رزماري هتخسلها حلو جدا وهتنشفيها يعني تسيبها تنشف حوالي يوم او يومين على حسب الجو اللي عندك لانها عايزها تجفة خلص من الميا بعد كده تاخدي منها الاوراق وتسيبي العدم بتاعتها وناخد بعد كده طبعا الاوراق هنطحنها في المطحنة زي ما عملنا في القرونفل بالزبط ونحط من الرزماري حوالي اربع لخمس معلق كبار بعد ما تحننها وبعد كده كمان هنحط القرونفل معلقتين كبار او تلاتة زي ما انت عاوزة في زيت الزتون ونقفل عليهم بكيس بلاستيك اسود او نحطهم في اي قماشة او اي حاجة غمق المهم ما يشوفوش النور او الدوق ونشدهم في اي مكان بعيد خالص عن الدوق عشر تيام تطلعي تبدأي تعملي بقية الوصفة زي ما احنا عملناها النهاردة وان شاء الله هتلاقي من نتائج روعة وخالية عملنا طبعا حمام مائي دلوقتي بعد ما عملنا المكونات وضربناها بالمضرب حطناها في حمام مائي حوالي خمس دقايق بس وبعد كده هنستعمله عادي جدا ما فيش اي مشكلة هتستعمليه من مريتين لتلاتة في الاسبوع يعني لو شعرك مقصف قوي في خراغات كتير من قدام ما بيتوالش مش تقيل خفيف وبقى مضيق منظره تقدر تستعمليها تلات مرات في الاسبوع لو شعرك عادي يعني عايزة بس التقيل شوية او التويل شوية هتستعمليها مريتين او مرة في الاسبوع انت هتحدد تستعمليها قد ايه على حسب شعرك الحالة بتاعته عاملة ازاي زي ما نشايفه كده الزيت جميل جدا زيت غني جدا بكل العناصر اللي محتاجها شعرك زيت يعني لو نشتريناه من برا اللي هي الزيود بتاعت الشعر التطويل مش اقل من 500-600 جنيه واكتر كمان ده انا بقولك في الرنج الوسط يعني فيه ناس بتجيب اغلى من كده كمان ان شاء الله بإذنها تعمليه احلى ما انا عملته ويعجبك وهسيب لكم الفيديو الاولاني في صندوق الوصف لو عايزين تشوفوه يساعدني جدا ولو انت وصلت مع الحد هنا ما تنسيش فضلا وليس امرا تعملي لايك للفيديو علشان غيرك يستفيد وينتشر وكمان لو انت جديدة اهلا وسهلا بيكي نورتيني يا حبيبتي اعملي سبسكريب واشتراك اشافكو على خير اشتركوا في القناة